السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم خوتي معنا في هذا الفيديو هذا الفيديو نتحدث عن افضل ارواح تشكيله للمنتخب المغربي ضد المنتخب البرازيلي المقابلة القوية جدا للمنتخب المغربي مقابلة قوية المنتخب البرازيلي مقابلة قوية للمنتخب البرازيلي مقابلة قوية احسنا ندخل بهشكلة متمسكة لطينا الفر امام البرازيل والفوز على المنتخب البرازيلي في نفس الوقت إذا المنتخب الوطني المغربي يدخل بشكل تنافسية تكون مزيانة عندها نحن عارفين بزيانة لعباد المنتخب لم يكن لديهم تنافسية أولا نقصهم تنافسية بعد المنديل القطري عدة أسباب كالإصابة كالمراض كالعدم اللاعب لا يمكن لديهم كبيرا لديهم كبيرا لا يمكن لديهم كبيرا لديهم أكثر 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 مضافة لعباد المنتخب الوطني أبدأ بحراسة المرملي يسينبونو حرس إش بيلي إسبانيا لديهم 31 عام مقارج من الويداد القيضة والآن أصبح إش بيلي إسبانيا وقد أصبحت إصابة أخر مقابلة إش بيلي في قفل الطبيب الخالقية ومن الرعاية الطبية لا يعرفنا ما يمكن أن يكون مع البرازيل أو لا ولكن اللاعب مع البرازيل طبعا لا كان يوجد فرأو العبية يكون الحارس الأساسي من المنتخب الوطني المغربي مع البرازيل كان يتمنى أن الإصابة تقطع بساساً على ياسينبونو وتجعله يعود إلى الملاعب في أقرب وقت أما ياسينبونو لديه تنفسية كبيرة وهو الحارس الأساسي الإش بيلي أما يقول اللاعب آخر لأني أقريد أقول العب هنا في الفتحة الرباطية ولعب فريق الفرنسي وهذا كذلك من اللاعبين المزيانين اللي عنده تنفسية كبيرة فرقه وسطهم بعد المونديل لعب عدة مقابلات بعد المونديل القطري لعب السف نايف أكريد بعد المونديل ضمن الأساسي فرقه وهو وسطهم الإنجليزي هل من المشاركة أمام ولكن العب الكبير هذا أعب ألابيس الإسباني اللاعب المشاركة 7U7 مقابلة كأساسي وهو أعب في القسم الثاني هذه هذه للدورة إسبانية فريق ألابيس يقضح أحد في اسبانيا فريق ألابيس كان لعب الملاعب وكان في القسم الأول من منه الغياب هذا التذكير فقط لقيحة هذا الموضع لم يكن فيها ود لائحة كذلك لم تتواجد ونحن نعرف ماذا فعلت لجابة الحداد هناك أشرف حاكمي نقصة تنافسية بشكل كبير لأنك لديه إصابة ورجع ومعالب ضد بايير ميونيخ وثاني وثاني ملابش المقابلة الأخيرة بباريس انجرمان كذلك على التنفذ сказotal تنافسية نقصة نقصة بثار عند اللاعب أشرف حاكمي لأسف شهاد تنافسية نقصة نقصة بثار عند اللاعب أشرف حاكمي من لعبه المزياني في المتخدم الوطني المغربي أشرف حاكمين من اللاعب المزياني ولكن التنفذ Illinois في olhar بباريวย المEvet ولعبين المزيانيengoو الظاهر واخوة وضاهر ايما في الزاهر كذلك عاود التنفسية ما عندوش بصفة نهائية لأنه لعب إلا دقائق قليلة في المقابلة الأخيرة ديال باير ميونيخ لأنه كان مريض بعد مقابلة سبعة بعد الموديل القاطري اللي فاتو كانت أخر مقابلة لكاسعود كانت عشرة تناشة كانت معا عند مدخل البرتغال اللي كنا تصلنا فيها بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء من تشريل اللعب الكبير يوسف أنصيري كان ضربة رأسية بادية كما كان عارفه كما كان عارفه وهناك سوفيان عم رابط اللي عندو ستة وعشرين عام لفيرونتينة أحسن لعب المنتخب الوطني مغربي في كأس العالم لعب لأدى الدور ديالوب أحسن ما يكون لعب اللي هو كبير طبعا الحال سوفيان عم رابط اللي محترم للأداء الكبير والمشوار الكبير اللي كانوا مع المنتخب الوطني اللي مغربي هناك بوشواري لعب سنتيتيال الفرنسي هذا اللعب جديد عايت له ومدرب وليد رقراجي كانت ممكن بوشواري يعطيه الفرصة ديالو في مقابلة لبرازيدي أنا ولاعب شاب لعب كلاف بطولة الفرنسية كانت في القتن الأول إذا اللعب اللي ممكن يعطيه الفرصة أمام المنتخب البرازيل ولعب كأساسي أنه في غياب ساليم أملح اللي عنده إصابة ما يلتحقش من المنتخب الوطني فتصارب بوصيدة لعب بلد وليد إسباني استضايب ساليم أملح ممكن يعطيه البوشواري المقابلة لعب كأساسي في هذه المقابلة هذه ونفطط أنه ندعو بليل أخلنوس أو بليل خننوس هذا اللعب بطولة الفرنسية لأنه هناك بما نعرف عن المتنفسية ضعيفة وضعيفة بزهر فرق أولمبيك مارسيليا يدخل تقايا قليلة وقليلة بزهر اللي يدخل فيها عز الدين هناك إذن بليل خننوس لعنو 18 سنة ممكن تشاهدوه اللعب الصالح في هذه المقابلة هذه خاصة مقابلة أمام البرازل وهو اللعب عنو 18 عام ممكن وابو شوارياته وهذا الدفء كبير وشوط الميدان وملاعب الشاباب صغر طبيعة هذه وهذا الدفء كبير وسط الميدان يجعل المهاجمين يلعبون مزيان كالجناح الأيمن اللي هو حاكم زياش يدخل تشكيله الأساسية 29 عام لعب 6 سنة مقابلات الأخيرة ملعبه ولو لدقيقة واحدة إذا الحاكم زياش يدوره يدخل أحد المقابلة في التوري الإنزليزي قبل التوقف يدخل أفيرتونيون بالسبس كنت أتمنى أنه يلعب تلك المقابلة أفيرتونيون لكي يكون لديه شوية شوية تنفسي لأنه حاكم زياش بان مستوى مزيان المدير القطاري بعد العودة تيلسي كان أنه يمشي في باريسان جرمان الفرنسي الصفقة للأسف فشلت الدواعي دي الإدارة تيلسي اللي صردت في أورق غالطة بباريسان جرمان وبقى كده يوفر الوقت حتى تسالات الصفقة للأسف وممشي حاكم زياش بباريسان جرمان حدنا الآن كنشوفه حاكم زياش كأساسي بعد إصابة نايمر الي أنبار هي ممكن عرفه هي غير إلى نهاية الموسيب عبد الصامت الزلزولي لاعب أساسونا الإسباني والمعارب من برشلون الإسباني اللعب لعنده 21 عام وما اداش معنا الدول المانطبة في المنظر القطاري الي فات مابانش بوحد مستوى كبير عبد الصامت الزلزولي ومشور رأس الحاربار الي كذلك مابانش معنا بوحد مستوى كبير انا نعض الشجرة للعب باري ايطالي في القسم الثاني للتوري الايطالي ممكن جسد لعبك الذي قلناه الان في حال الكبيرة قربنا عبد الكريم باقار وشديرة وفي القسم الثاني للخصوص والتوري الايطالي هذا موضع بشأن الدوري الاوروبية قويه وصعب جدا كون تلعب في القسم الاول لان ليس كون شيء في القسم الوطني الأول من الدوريات الكبرى الخامسة وكانت تديرها بعد أصدق تقول أن يمشي نابولي الإيطالي في الصيف ممكن وباقيها لديه 25 سنة باقيها مستطور وخفشي في المونديل وكانت تهوالي رجراقي فرصة الذهبية أمام البرازيل والبيرو في هذه المقابلة الودية أنه ممكن يعمل شيء مستوى لكي تجعله دمان الرسمية في المنتخب الوطني وخيص صعبة مع يوسف النصير اللي بدوري عنده 25 عام لكن يوسف النصير متقدم في السنة ولكنه ما في حال في حال إذن صعب جدا